نروح لخبر أحزننا شوي بسانت حميدة كنا هنسمع الاسم ده في أولمبياد توكيو بطلة مصر في ألعاب القوة دي صورتها بسانت كانت من لعبات المرشحات بقوة لمديليا بسانت حميدة لعبة منتخبنا الواطن ألعاب القوة أعلنت عن إصابتها في التدريبات واللي كانت من شوية وهي بتستعد لأولمبياد توكيو ونشت اللعبة فيديو ليه على صفحتها الرسمية على الفيسبوك طبعا وقالت كان بتعايد وقالت بتطلب من الناس دعولي يا رب ألحق توكيو وده هيكون صعبا عندي مزق في العضلة الخلفية وقالت إنها راضية بقضاء ربنا وقدره وإن الإصابة تشخصها المبدأي مزق في العضلة الخلفية للفخت بس أنت يا صاحبة الرقم القياسي في المصري في المنافسات 100 متر و 200 متر عد وكمان اتحاد الأفريق اخترع عشان تكون واحدة من أحسن خمس لعبات في أفريقيا في منافسات 200 متر تبقى صعبة جدا تبقى صعبة جدا على اللعب أو اللعبة قضاء الله وقدره حاجة ليس لها دخل بس أنت بنقولك ألف سلام عليك يا رب نطمن عليك وليس أنت صغير يا بس أنت القادم أفضل إن شاء الله وإلمبيات اللي جاية بعد ثلاث سنين مش بعيدة يعني هاب عبد الرحمن شفنا في الحلقة ثلاث سنين توقف ورجع وتأهل إلمبيات الدنيا قريبة جدا يا بس أنت عندك حلم حقائي وتعليم من هاب عبد الرحمن طيب